بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات أقامت الجمعية الأردنية للعناية بالسكري احتفالاً على مسرح الجامعة الأمريكية في مادبة بمناسبة اليوم العالمي للسكري وقد اجتمل الاحتفال الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور نبيل أيوب ورئيسة الجمعية الدكتور نديم شقم على إقامة ورشاة عمل تثقيفية وتوعوية للأطفال المصابين بالسكري حيث تقوم الجمعية بدور كبير برعاية المصابين بمرض السكري ومحاولة اكتشافه مبكراً ليسهل علاجه والسيطرة عليه كي لا تكون له آثار سلبية مثل ارتفاع السكر في الدم واعتلال الكلا والبصر والأعصاب والشرايين وفي نهاية الاحتفال الذي أقيم تحت شعار العائلة والسكري قامت الجمعية بإجراء فحوصات مجانية لعدد كبير من المواطنين